وتبقى الذكرى ويبقى الحلم ويبقى الحنين الى زمن جمال عبد الناصر لكن العالم يتغير والظروف تتبدل حتى الاعداء نراهم وقد استنوا خنائرهم لمواجهتنا هكذا وجها لوجه المؤامرة لم تنتهي لم تنتهي في زمن عبد الناصر ولم تنتهي حتى اليوم ما زالت مستمرة هذا الوطن مستهدف مستهدف في امنه وفي استقراره الحصار لا يتوقف سواء كان حصارا اقتصاديا او حصارا سياسيا او سعي دقوب للتحريض على الدولة وعلى الكيان وعلى الوطن على الجيش وعلى الشرطة وعلى كافة المؤسسات ندرك عن يقين ان الحرب تستهدف مصر كما استهدفت غيرها من البلدان سقطت بلدان عربية وتفككت وتأزمت وأزمت وأصبح الوضع على الأرض مزريا وهنا نحن نرى المؤامرة تحاك بكل قوة ضد هذا الوطن لا تستهين بما يجرى ولا تغمض العيون عن هذا الحصار وحزام النار الذي يحيط بالوطن من كل اتجاه لا تستهين بالمؤامرة التي تنطلق من سد النهضة ولا المؤامرة التي سعت إلى إشعال الحرب على أرض السودان فالحرب على أرض السودان لا تستهدف الوحدة الوحدة ولا الشعب فقط على هذه الأرض الطيبة وإنما تستهدف مصر ما جرى وما يجرى على أرض ليبيا يستهدف الجانب الغربي لهذا الوطن العظيم المؤامرة تحاك من الشمال الشرقي وتتصاعد والحرب لا تتوقف والإبادة لا تتوقف ومحاولات التهجير تجري على قدم وساق لو لأن هناك قائد وطني يتحرك وبحكمة وبوعي بمخاطر هذه التحديات وأهدافها فيسعى بكل ما يملك من أجل أن يكون هذا الوطن حائط صد أمام المؤامرة التي لا تريد أن تبقي شيئا بل تريد أن تشعل النار في كل مساحة هذا الوطن الذي ظل محافظا على حدوده منذ أكثر من سبعة ألاف سنة أعرف تماما أوجاع الناس وأدرك تماما أن الناس ربما تكون قد وقفت الآن في نقطة صعبة تتساءل وتطرح المزيد من التساؤلات إلى متى ولماذا أليس هناك لحظة نلتقط فيها الأنفاس الناس مهمومة ليس فقط بالوضع الداخلي ولكن أيضا بالوضع الخارجي لكن هؤلاء المتآمرون الذين يسعون إلى إشعال النيران وبث الفتن لهدف واحد ووحيد وهو إشاعة الفوضى من المؤكد أنهم أدوات لديها أهدافها ولديها مراميها التي تريد من خلالها بعثرة الوطن وبث الفتن على أراضيه